بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن عشبة القراص أو القراص أو الحريقة فوائد عشبة القراص التي تغنيك عن الطبيب القراص أو القراص هو أحدى النباتات التي تنتمي إلى فصيلة القراصيات وتتعدد فوائد عشبة القراص للجسم بشكل عام ويطلق عليها اسم الحريق لأنه يلسع كل من يقترب منه ويلمسه كما يعرف أيضا باسم العلاج الشعبي لشعبيته الواسعة في جميع أنحاء العالم حيث أنه يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية سوف نشرح لكم كل ما يخص عشبة القراص وفوائده الصحية العظيمة وطرق استخدامه للحصول على فوائده الصحية والجمالية أيضا ما هو القراص؟ ينمو نبات القراص إلى أن يصل ارتفاعه من متر إلى مترين خلال فصل الصيف ويحتوي على جذور صفراء اللون يحتوي نبات القراص على شعر ناعم ورقيق جدا حول الجذع والأوراق وهذا يتسبب في اللسع عند لمسه ولذلك تم تسميته بالقراص ولكن يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من اللسع فأن أوراق نبات القراص والجذور والبذور والأزهار تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والتي تحمل العديد من الفوائد للجسم والصحة والحقائق الغذائية للقراص فأنه يحتوي نبات القراص على كميات كبيرة من فتامين A وC وD وK ويحتوي نبات القراص على كميات كبيرة من فتامين B ويعد نبات القراص مصدرا ممتاز لكل من الحديد والبوتاسيوم والمانغنيز والكالسيوم والماغنيزيوم والفسفور والسيليكا واليود والسيليكون والسوديوم والكبريد وأيضا كميات كبيرة من البروتينات والأحماض الأمينية ويحتوي أيضا على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والدهون ويعد نبات القراص مصدرا جيدا للكروفيل والتانين وفوائد عشرة القراص للصحة كثيرة وعديدة حيث يحتوي نبات القراص على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة للحفاظ على الصحة والتي تساعد على علاج العديد من الحالات المرضية المختلفة يساعد نبات القراص على علاج ألم التهاب المفاصل حيث يحتوي نبات القراص قصائص قوية مسكنة للألم ومضادة للالتهابات التي تجعل منه علاجا ممتازا لعلاج حالات ألم المفاصل كما أنه يساعد على علاج الأمراض الأخرى التي لها صلة مشتركة مثل الروماتيزم والنقرص والتهاب الأوطار أن التدليك الموضع للمفاصل بعصير نبات القراص أو زيت نبات القراص يساعد على التخفيف من الألم كما يساعد شاي نبات القراص عند تناوله عن طريق الفم على تخفيف الألم أيضا ويساعد القراص على علاج تضخم البروستاتا الحميد حيث يدخل نبات القراص في صناعة الأدوية التي تستخدم لعلاج تضخم ورم البروستاتا الحميد وغيرها من الأمراض الأخرى المتعلقة بالبروستاتا على الرغم أن الدراسات وجدت أن نبات القراص لا يقلل بشكل فعال من حجم البروستاتا المتضخمة بالفعل إلا أنه فعال في الحد من وعلاج هذا المرض في مراحله المبكرة عندما تبدأ الأعراض في الظهور ويساعد نبات القراص على وقف نمو الخلايا وتقسيمها حول المنطقة كما أنه يساعد في تحسين الصحة العامة لبروستاتا ويساعد نبات القراص على علاج التهاب المسالك البولية لأنه يحتوي على خصائص مدرة للبول فهو يساعد على زيادة عدد مرات التبول ويتم استخدام نبات القراص في علاج عدوى المسالك البولية وعدوى المثانة وغيرها من المشاكل البولية التي تنتج عن تجمع حصل كلا والمثانة لأنها تكسر الأحجار إلى أحجام صغيرة وتخرجها مع البول كما أنه مفيد أيضا في علاج حالات الإسهال والدوزنطارية ويساعد القراص على الحد من أعراض الحساسية حيث تستخدم أوراق نبات القراص لعلاج وتخفيف الحساسية ويعتقد أن تناول أوراق نبات القراص قبل الوجبات يمكن أن يعالج حساسية الطعام حيث يحتوي نبات القراص على خصائص قوية مضادة للهستامين الذي يوجد في الجسم وتعمل أيضا ضد التهاب الأنف التحسسي وهذه الأوراق مفيدة أيضا في علاج حالات الحساسية الموسمية وحم القش والسعال والعطس وأزمات الربو التنفسي نبات القراص أيضا يعمل على تحفيز الرغبة الجنسية فيعمل كمحفز جنسي لأنه يزيد من مستوى هرمون أتيستو ستيرون كما أنه يساعد الجسم أيضا في الاحتفاظ بهرمون أتيستو ستيرون لفترات أطول وهو علاج فعال أيضا لتحسين وتحفيز الدافع الجنسي ويعمل القراص على وقف حالات النزيف من المعروف أيضا أن نبات القراص يحتوي على خصائص قابضة قوية تعمل على منع وعلاج حالات النزيف كما أنه يساعد في حالات النزيف الداخلي مثل الطنف المفرد والنزيف المهبلي والبواسير ونزيف الرئة والمعدة كما أنه يساعد في وقف حالات النزيف الخارجي مثل نزيف الأنف والقراص يساعد على علاج حالات فقر الدم تستخدم أوراق نبات القراص لعلاج حالات فقر الدم الأنيمية لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الحديد فنبات القراص معروف أيضا بخصائصه التي تساعد على تنقية الدم إن تناول وعاء من حساء نبات القراص بانتظام هو علاج جيد لحالات فقر الدم كما أنه يساعد أيضا على تخفض مستويات السكر في الدم والقراص لعلاج المشاكل النسائية ينصح للمرأة بأن تتناول مستخلص نبات القراص بانتظام فهو ليس فعال فقط للبشر والشهر ولكنه أيضا يساعد في منع وعلاج العديد من المشاكل المرتبطة بالنساء حيث يساعد نبات القراص في التخفيف من آلام الدورة الشهرية بالإضافة إلى أنه يساعد في الحد من آلام قطاع الطمث كما أنه يساعد على تسهيل عملية الولادة كما أنه مفيد للنساء المرضعات لأنه يزيد من كمية حليب الثدي والقراص يمتص الدهون الغذائية حيث يحتوي شاي نبات القراص على المركبات المضادة للأكسدة ويحتوي على مركبات أخرى مفيدة للصحة التي تساعد على امتصاص الدهون الغذائية التي توجد في الدم هذا يساعد على الحفاظ على مستويات الكوريسترول في الدم ويساعد على منع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحمل قراص الحمض النووي الـ DNA من التلف تساعد عاداتنا الغذائية المتنوعة الخاطئة على إدخال السموم إلى أجسامنا ويمكن لهذه السموم أن تعمل على تدمير الحمض النووي الـ DNA والأخشية الخلوية وتعمل المركبات المضادة للأكسدة التي توجد في أوراق نبات القراص على إزالة هذه السموم من الجسم حيث أنها تعمل على محاربة الجذور الحرة وتساعد على حماية الحمض النووي الـ DNA والأخشية الخلوية والجسم والقراص أيضا يحد من آلام العضلات حيث تحتوي أوراق نبات القراص على بعض المركبات التي تمتلك خصائص شفائية ومجددة رائعة وتعد أوراق نبات القراص مفيدة للأشخاص الرياضيين حيث أنها تساعد على علاج آلام العضلات بعد القيام بعمل مجهود عضلي كبير أيضا القراص لعلاج اضطرابات المسالك البولية فتساعد أوراق نبات القراص على علاج اضطرابات حالات المسالك البولية حيث أنه يحتوي على بعض المركبات التي تساعد على إخراج السموم من الجسم وتساعد على زيادة الدعم وتأثير الأدوية التي تستخدم لعلاج اضطرابات المسالك البولية وأيضا القراص لعلاج سرطان لبروستات الحميد فأوراق نبات القراص فعالة في علاج سرطان لبروستات الحميد الذي غالبا يصيب الرجال البالغين وقد كشفت الاختبارات المعملية على الحيوانات أن شاي نبات القراص يمكن أن يبطئ من تطور مرض سرطان لبروستات على الرغم من أن تلك الاختبارات لم يتم تنفيذها على البشر فإن نتائج الاختبار على الحيوانات كانت إيجابية والقراص أيضا كعلاج وقائي للعديد من الحالات الصحية يحتوي كوب واحد من نبات القراص على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة ويوصل أطباء به كعلاج واقي ضد نزلات البرد والأنفلونزا عند تناول مغلي أوراق نبات القراص في الماء ويمكن أيضا أن يحسن من مناعة الجسم ويحافظ على العديد من الأمراض فوائد القراص الصحية العامة نبات القراص مفيدة لنظام الغذة الصماء وأوراق نبات القراص مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات مما يجعلها مضادة للورم وتساعد في علاج أمراض الأورام وأوراق نبات القراص مفيدة في علاج الإضطرابات العصبية مثل عرق النساء والألم العصبي ويساعد نبات القراص على تحسين الدورة الدموية ويساعد أيضا على تحفيز الغذة الحضمية ويساعد في علاج مشاكل عسر الهضم والغازات في البطن وأيضا في صناعة غرغرة الفم لعلاج التهابات الفم والحنجرة وأيضا ومهم جدا أنه يستخدم لعلاج مرض الزهايمر ويساعد في علاج حالات الاحتقان والسعال والتهاب الشعب الهوائية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة ويساعد أيضا وبشكل كبير على قتل الديدان المعاوية والطفيليات والمضمضة بمياه نبات القراص يعمل كمضاد للبكتيريا ويمنع التهاب اللثة ويساعد على علاج أمراض اللثة الأخرى وتساعد أوراق نبات القراص أيضا على تحسين المناعة ويساعد على علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم حبيبنا حتى لا نطيل عليكم سنكتفي بذكر هذه الفوائد الصحية بشكل عام وإن شاء الله في الفيديو القادم سنتحدث بالتفصيل عن فوائد القراص للبشرة والشعر وكثيرة وطريقة استخدامه وطرق استعماله من الداخل والخارج حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن نوضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله وبنشكركم جميع مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته